هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي إحباط الهجوم الذي شنته إيران مؤكداً اعتراض 99% من الطائرات المسيرة والسواريخ التي تم إطلاقها وأكد المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي أن إيران قامت بعمل خطير يدفع المنطقة للتصعيد موضحاً أن الجيش اعترض أغلبية التهديدات الإيرانية خارج حدود إسرائيل وأضاف أن إيران شنت أكثر من 300 هجوم على إسرائيل استخدمت صواريخ باليستية وسواريخ كروز وطائرات مسيرة واعترف جيش الاحتلال بتعرض قاعدة للجيش في الجنوب لأضرار في البنية التحتية